موسطفى بيراف مصطفى بيراف كان في 1982 مدير جهوي تعلونالي شركة الوطنية تعلق الحليب في 1988 هو المدير العام تعلق المساحات الكبرى في البوليدة في 1992 هو المسؤول المركب الرياضي تعلق بوذيف في 1993 هو المسؤول تعلق الكلب دي بينس تعلق نادي صانوبر وهو المسؤول على السياحة في نادي صانوبر وبعد في 1996 أم لا هو الرئيس لجنة الأولمبية الجزائرية بيراف مصطفى مصطفى بيراف رأو في هذه السورة مع خليفة و سي إغيل باش نقول لكم يعني نحط تعلق الوطنية و سي إغيل مصطفى بيراف رأو في هذه السورة مع خليفة و سي إغيل باش نقول لكم يعني نحطكم في ثلاثة دخلوا للسجن بتهمة تبديد و اختلاس أموال الشعب والدولة منذ 2013 الميزانية تعلق الرياضة في الجزائر هي 250 مليون دولار كل عام معناها منذ 2013 حتى 2016 تقريبا مليار دولار صرفت على الرياضة في الجزائر سي مصطفى بيراف رئيس الجنة الأولمبية قال أن الميزانية التي خصصت للبعثة الجزائرية لأولمبياد ريو دي جانيرو هي 30 مليار ما يعادل 3 مليون دولار 3 مليون دولار بالنسبة 1 مليار دولار معناها 0.3% الميزانية التي خصصت لرياضة في الجزائر في الأربع سنين الأخيرة خصصت منها 0.3% من أجل الألعاب الأولمبية مليون 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 حققت تطوراً مبهراً بالنسبة للألعاب الأولمبية التي جارت في لندن قال في لندن كان عنا 38 رياضي لكن في أولمبياد ريو لنا في 65 ما لم يذكره سيد مصطفى بيراف هو أن في لندن كان الفريق الجزائري لكرة القدم لم يتأهل لكنه تأهل في ريو دي جانيرو 18 رياضي زادوا على 38 وهذا هو السبب لإرتفاع عدد البحثة الجزائرية في أولمبياد ريو دي جانيرو الحمد لله نحن لدينا 65 أثلاث وهذا هو ركور من الاندبندانس نحن لندن 38 رياضي الحمد لله العديد من الرياضيين الجزائريين الذين شاركوا في أولمبياد ريو دي جانيرو راحوا أحدهم لم يسافر معهم المدربين بحجة أن الأماكن في الطائرة المخصصة للبحثة الجزائرية لا تكفي للسفر بكل المدربين الجزائريين لكن على أرض الواقع الطيارة التي أقلت البحثة الجزائرية إلى ريو دي جانيرو رحت فارغة ولت فارغة والدليل على ذلك أن الفريق الوطني لكورت القدم تنقل من ريو دي جانيرو إلى الجزائر في رحة العودة مع الشركة الطيران البرتغالية السفارة الجزائرية بالبرازيل خاصة في ريو دي جانيرو تحديداً وضعت تحت تصرف البحثة الجزائرية خمس سيارات مدرب بورعدة صرح لوسائل الإعلام وقال بأنه انتظر إحدى هذه السيارات حتى الواحدة ونصف ليلاً لكنها لم تأتي فاضطروا إلى التنقل بحافلة ثم إلى تاكسي ووصل بورعدة إلى فندقه حوالي الساعة الواحدة ونصف صباحاً ليستيقظ ثلاث ساعات بعدها لأنه كانت عنده منافسة في العشاري العديد من الرياضيين التي كانوا متوجدين في ريو دي جانيرو صرحوا لوسائل الإعلام بأنهم لم يروا تلك السيارات لماذا؟ لأن الأشخاص الغير معنيين بالرياضة في الجزائر والعائلات التي كانت متوجدة هناك هي التي كانت تستعمل السيارات الخمس التي وضعتها السلطات الجزائرية والسفر الجزائرية تحت تصرف البحثة الرياضية الجزائرية دولة كوسوفو التي أصبحت دولة منذ أمد قصير تحصلت على الرتبة أربعة وخمسون الجزائر تحصلت على الرتبة ثنين وستين المساحة الإجمالية لكوسوفو هي عشر لاف كيلومتر مربع الميزانية الإجمالية لكل الدولة حوالي ستة مليار دولار الجزائر خصصت واحد مليار دولار للرياضة الجزائرية كوسوفو جابت ميدالية ذهبية ما لم تحصل عليه البحثة الجزائرية في أولمبياد ريو دي جانير لكن هذا حسب رأي الوزير الرياضة وحسب رأي رئيس اللجنة الأولمبية تحقيق باهر وإنجازات تاريخية للبحثة الجزائرية في أولمبياد ريو دي جانير الرياضي الوحيد الذي تحصل على ميدالية في ريو دي جانيرو هو تفيق مخلوفي تفيق مخلوفي صرحا لوسائل الإعلام بعد فوزه بالميدالية الفضية في سباق 1500 متر قائلا بأنه يهدي هذه الميدالية لشعب الجزائري لكنه لا يهديها للمسؤول الجزائري حسب رأي تفيق مخلوفي المسؤول الجزائري لم يكن أهلا لثقة حيث صرحا لوسائل الإعلام بأن الدولة سخرت أموال طائلة للرياضة في الجزائر لكن الرياضي لم تصله هذه الإعانات المادية والمعنوية كيف كيف تسلككم أنا؟ وراحت البرباراتيون وراحت الوعود وراحت ورا وش راكم تديروا؟ وش راكم تديروا؟ الحمد لله أنا هنا عجلت الجزائر أنا من إجي عجلت حاجة؟ أنا ماركي تاريخي هنا من إجي عجلت دراهم ولا عجل حاجة أخر؟ أنا هنا بش ماركي تاريخ كنت أبعت أمراني في سوق هراس أنا أهنان على جهد الجزائر على بالي ما معناها؟ على بالي ما معناها؟ الشهداء كي ماتوا؟ موجهدين يضحاوا؟ على بالي ما معناها الكلمة هذه؟ من نورمال مو؟ من نورمال مو؟ هذو من المسؤولين اللي حاسبين رواحهم اللي يدعموا في الرياضي ولكن ما نظنش يرضيوا في المسؤولين اللي أكثر منها قدمت حاجة للجزائر سيد نورمال فرحان سيد نورمال دخلت التاريخ الحمد لله بارك جبيني بدراهمي الشعب الجزائري يستاهل الشعب الجزائري يستاهل أهناراني على جل كون جاوا على جلت هذو بعض المسؤولين المخيبين ظنهم والله ما نجي لأنهم يتخباوا من وراء هذو النتائج اللي ما عندهم فهلا ناقا عمار براهمية رئيس البحثة الأولمبية في ريو دي جانيرو صرح لوسائل إعلام بعد رجوعه من الأعاب الأولمبية قائلا بأن عائلته من عادتها أن تسافر معه في هذه المحافلة الدولية الرياضية قائلا لهم نعم أنا لفا متعي رحوا لجوز أولمبيك ورحوا لأطلنطا وكانوا فقط في اللي غرادان ما هفتوش مع الاسبورتي ودزوا معهم عائلتي هي مش مرحين يسا لأنهم على بقى طباء حقوقيين ومنا قالك هنا يا تقسنا ومنا لازم لديو حق لازم فيها القصاص أنا مولف أنا مولف لأنني عارف كيفاش الوسط الرياضي كيفاش عامل أنا عارفه لكن عائلتي أول مرة عائلتي سافرت في كل المتقايات الدولية تقريبا أول مرة لصحاب وزير الرياضة في الجزائر ذهب إلى أبعد من ذلك وقال إذا تفق مخلوفي مجبش لبروف التي تثبت بتورط المسؤول الجزائري في ريو دي جانيرو سوف نتابعه لذلك يجب ميضالية للجزائر يتبعوها قانونيا ويفتحوا لتحقيق لكن الاختلاسات والتلعب بأموال الشعب هؤلاء الناس لا يتبعوها هذا في الجزائر كل الدول تقوى بالإصلاحات وبالإنجازات لكن الجزائر تقوى بالفشل والسرقة سوف نتابعه Pour vous, il est tout à fait normal que sur un vol spécial, que sur un avion affrété par l'Etat algérien pour participer au GIAO, par le comité olympique algérien... – Qui sauvrav迫iology. – Oui, mais le COA c'est une bonne étape. Est-ce que pour vous c'est normal que dans cet avion il y ait des athlètes, il y ait des entraîneurs et qu'il y ait aussi la famille du chef de la délégation ? – Qu'il y ait aussi d'autres familles. – Donc il y avait aussi d'autres familles ? – Bien sûr, d'autres familles. – Ma question, M. Brami Aïssain, est-ce que c'est normal ? لقد كانت بحقاً يقدمنات سابقة كلنا يفعلها لا يوجد أكثر في الجزائر الرياضي مهجور لا يوجد الملاعب لا يوجد المسابح لا يوجد من دخول الحدائق الحدائق في الجزائر مغلوق وفيها غير العساس وسكرها بالمفتاح تفيق مخلوفي صارح ليو سيد الإعلام قائل قالهم انشامピون إلايام يحذر منذ عشر سنين في عمره حتى أكثر في عشرين سنة يقول لي باطل أولمبي لكن في الجزائر اللعب الأولمبي الذي يشارك في الألعاب الأولمبية يحذر فيه ثلاث شهر والاربع شهر وأي تحذير كل الدول تتقوى بالإصلاحات لكن الجزائر والبلد الوحيد الذي يتقوى بالفشل والفساد والسرقة وسوء التسير لكننا لا نريد أن ننظر إلى الحقيقة لأننا نخاف أن نرى أوهامنا تتحطم